أيام ويكشف المستور أو ربما المكشوف في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مصادر مطلعة على سير التحقيقات أوضحت أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت عمليات توثيق وجمع للأدلة للوصول إلى الجهات والأشخاص المتورطين بتنفيذ محاولة الاغتيال وتم بالفعل التوصل إلى أهوية مطلقي الطائرات المسيرة على منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء المستشار السياسي لرئيس الوزراء أوضح أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف التي نفذها الإرهابيون على منزل الكاظمي وذلك بعد أقل من 24 ساعة من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للكشف عن التحقيقات وإلا سيتولى شخصيا الكشف عنها المصادر أكدت أيضا أن اللجنة التحقيقية حددت مكان انطلاق الطائرات المسيرة وهي تستعين بخبراء ومتخصصين للكشف عن أماكن صنعها فيما أشارت المصادر إلى وجود اتفاق سياسي يقضي بجعل هذا الملف قضائيا بحتا وعدم إخضاعه لأي ضغوطات أو مساومات سياسية لا سيما مع قرب انطلاق تفاهمات تشكيل الحكومة المقبلة ترجمة نانسي قنقر